ما هي الغزوات التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بعد أن طر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى ترك مكة المكرمة والهجرة إلى المدينة المنورة أذن لهم الله بالدفاع عن أنفسهم ومقاتلة الذين ظلموهم بعد أن تعرضوا للظلم والقهر والتعذيب من قريش وابتدأت بغزوة والدان ثم تتالت الغزوات والفتوحات للحفاظ على حدود وسيادة الدولة الإسلامية وحمايتها وكانت تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة وصريحة بمنع قتل الشيوخ والأطفال والنساء وإبعاد بعض الحالات الخاصة من الحرب أول الغزوات التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى بغزوة الأبواء وهي غزوة والدان وحدثت في السنة الثانية للهجرة ولم يحصل قتال في هذه الغزوة بل تم عقد حلف مع بني ضمرا وغاية هذه الغزوة كانت التعرف على الطرق المؤدية إلى مكة والمحيطة بالمدينة وإشعار قريش بأن هناك خطر يحيط باقتصادهم فيمتنعون عن أذى المسلمين وتعذيبهم ويجنحون للسن ثاني الغزوات التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة بضر الكبرى وحدثت في السنة الثانية للهجرة كان الهدف منها السيطرة على قافلة جارية لقريش قادمة من بلاد الشام وكان قائدها أبا سفيان ثالث الغزوات هي غزوة أحد حدثت في السنة الثالثة للهجرة وكانت للثأري ليوم بضر والقضاء على المسلمين حيث خرج المسلمون لملاقات المشركين بأحد الغزوة التالية هي غزوة حمراء الأسد جاءت لتعزيز معنويات المسلمين بعد غزوة أحد وتشتيت المشركين ومنعهم من العودة إلى المدينة غزوة بن النظير وقعت غزوة بن النظير في السنة الرابعة للهجرة بسبب نقضهم للعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله غزوة الخندق والتي يطلق عليها اسم غزوة الأحزاب وحدثت في السنة الخامسة للهجرة حيث أشار سليمان الفارسي المعروف بحنكته بحفر خندق يقدر طوله ثلاث كيلومتر وذلك للدفاع عن المدينة ضد الأحزاب الذين قدموا لإبادة المسلمين والإسلام هناك أيضا غزوة بن قريضة حدثت في السنة الخامسة للهجرة وجاءت للقضاء عليها على يهود بن قريضة لنقضهم العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدتهم للأحزاب في غزوة الخندق هناك أيضا صلح الحذيبية وكان هدف هذا الصلح أداء مناسك الحج وحدثت في السنة السادسة للهجرة عندما اقترب النبي من مكة فعلمت قريش بقدومه فأرسلت خمسون فارسا لمهاجمة المسلمين فوقعوا في الأسر هناك أيضا غزوة الفتح وحدثت في السنة الثامنة للهجرة ثم فتح مكة وجاءت للقضاء على القريش لنقضهم صلح الحذيبية غزوة حنين حدثت في السنة الثامنة للهجرة للقضاء على تجمع قبيلتي هوزان وثقيف لقتال المسلمين غزوة الطائف وقعت في السنة الثامنة للهجرة وكان هدفها فتح الطائف وملاحقة قوات هوزان والثاقف الهارب من غزوة حنين والمتحصنة في الطائف وآخر غزوة شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك وكانت في السنة التاسعة للهجرة وكان هدفها قتال الروم ومن تحالف معهم لقتال المسلمين ترجمة نانسي قنقر